تحذيرات في ديالا من كارثة مشابهة لحريق قاعة الحمدانية فقد تجاوزت نسبة الإهمال وعدم الالتزام بالسلامة والشروط الصحية أكثر من 40% ثلاثة أشهر فقط هي المهلة للقاعات والمولات المخالفة للتعليمات الحكومية وبعدها تغلق جميعها حفاظا على سلامة الأهالي هناك الكثير من القاعات والمولات وغيرها من الأماكن العامة التي ارتادها المواطنين هي مخالفة تصل من 40% إلى 50% أعطاها مهلة لهؤلاء لإصلاح الوضع والالتزام بشروط السلامة المهنية وبعدها ستتخذ إجراءات وعداد محاضر غلق وغلق هذه القاعات استمرار بالحملة وفرض إجراءات الوقاية والسلامة على جميع القطاعات الدفاع المدني رصد بنايات مخالفة لشروط البناء حيث تستخدم صفاء حلسان دويش بناء الله سريع الاشتعال مما قد يشعل النيران في أي لحظة ويعرض سلامة الأهالي إلى خطر وموت محتومين لذا أجرت الدفاع المدني جولات ميدانية في عموم ديالة لمعالجة الأخطاء الشائعة قبل حدوث الكارثة مديرية الدفاع المدني إديالة بفرض إجراءات ومتطلبات الوقاية والسلامة وتطبيقها في جميع الأسواق التجارية من مولات وأبنية وقاعات مناسبات وكل العناوين التجارية التي يستغلها أو يتخصص بها المواطنون ميع المخالفين لشروط السلامة يتم حالتهم إلى محكمة الدفاع المدني أو ما نطلق عليه جلسة الفصل هذا وتبقى جميع الإجراءات الحكومية ركيكة حتى تضع الجهات المعنية الحلول لجميع المواد القابلة للإشتعال وصيانة التيار الكهربائي الذي كان سببا باحتراق الأسواق والمحل التجارية خلال الأشهر السابقة من محافظة ديالة عمر العبيدي قناة الفلوجة